بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبينا محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في الشرقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغير الأمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي ممثلاً عن حضرة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه أن أنقل لكم جميعاً تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد في كل ما فيه خير أمتنا العربية وخدمة قضاياها العادلة كما يطيب لي أن أتغدم بالتهنئة إلى قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها لأعمال هذه القمة في دورتها الثانية والثلاثين معربين عن ثقتنا بأن ما تحظى به من خبرة وحكمة سيكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق شاكرين المملكة العربية السعودية أشكر قيادة وحكومة وشعباً على ما أحطنا به من كرم ضيافة وما شاهدناه من أعداد مميزاً لهذا اللقاء العام كما أشكر أخي العزيز فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على ما بدله من جهود خلال رئاسته لأعمال قمتنا السابقة ولا يفوتنا الإشارة بجهود معاني الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغير وجهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على إعداد لقاءنا ومتابعته الحضور الكرام إننا نشعر بالتفاؤل لبواد الانفراجات الحاصلة في المنطقة ومنها البيانة المشترك بين كل من المملكة العربية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من رعاية جمهورية الصين الشعبية الصديقة مؤكدين أن هذه التفاهمات ستنعكس إيجاباً على استغرار المنطقة وازدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها إلا أن التفاؤل يمتزج بالقلق حياء الاستمرار بعض التحديات التي يواجهها وطننا العربي إذ يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تطورات متسارعة تحيط بدولنا العربية والتي تنعكس بلا شك على أمن منطقتنا واستقرارها كما أن استمرار بعض الاضطرابات في العالم ومنها ما يحدث في أوكرانيا له تابعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين الأمر الذي يحتم علينا وضع التصورات والآليات المناسبة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات وفيما يتعلق بالشأن السوري فإن دولة الكويت تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ثمانية تسعة واحد أربعة وترحيبها كذلك بالبيانة الصادر في أعقاب اجتماع جدة والبيانة الصادر عن اجتماع عمان وكلنا أمل في أن تكون عودة سوريا إلى بيت العرب منطلقاً لانتهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري الشقيق وفي هذا الشأن تؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية وموقفنا المستمر منذ بداية الأحداث بتقديم الدعم الإنساني لكافة أطياف الشعب السوري متطلعين في هذا الصدد إلى التزام الحكومة السورية بما تضمنه بيانة جدة وعمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يضمن عودة سوريا لممارسة دورها الطبيعي المؤثر في محيطها العربي والإقليمي والدولي الحضور الكرام ستبقى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات والتحديات التي تواجه أمتنا العربية ونود التأكيد هنا على موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمسل وضع التاريخي لمدينة القدس كما ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره لعادة إحياء عملية السلام وصولا إلى حل عادل شامل وفق ما نصت عليه غرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرعية وختاما فإن أمام دولنا العربية مسؤوليات وتحديات جسام تتطلب منها جميعا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لضمان مستقبل آمن مستقر في كافة ربوع وطننا العربي متمنيا لأعمال هذه القمة كل التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته